اشتباكات متواصلة بين الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال تركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الفرع السوري لتنظيم القاعدة من جهة وقوات الحكومة السورية المدعومة بالطيران الروسي من جهة أخرى في منطقة إدلب شمال غرب سوريا في هذا السياق كاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة عناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية بعد استهداف تجمع لهم بقذيفة مدفعية في قرية معرب ليت في ريف إدلب من جانبها ردت الفصائل المسلحة بقذائف المدفعية على تجمعات قوات الحكومة بسراقب في ريف إدلب كما استهدفت بر الشاشات الثقيلة تجمعاً لقوات الحكومة في محوري معرة مخص والدار الكبير بريف إدلب الجنوبي وقصفت بوابل من الصواريخ محور بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي على سعيد متصل فات المرصد أن قوات الحكومة قصفت بصواريخ شديدة الانفجار منطقة باشنكيني بريف إدلب الواقعة ما بين مدينة دارة عزة وبلدة ترمانين قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن وكانت قوات الحكومة السورية قد نفذت قصفاً بنحو خمسين قذيفة صاروخية استعدف قريتي العنجاوي والعميقة بسال الغاب غرب حماد ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية أزامنا ذلك مع تحليق طائرة استطلاعاً روسيا في أجواء المنطقة ترجمة نانسي قنقر